موسيقى لماذا اللعن؟ هذا بحث طويل ولكن نكتفي بالإشارة إلى كلمة واحدة الفرد إذا لا يكون له مناعة ضد الظلم والإنحراف والطغيان إذا واحد مناعة بدنية ما عنده تعلمون أنه في بعض الحالات المناعة البدنية يخفضوها إلى درجة الصفر لأنه يعطون للمريض أدوية المفترض أن البدن لا يقاوم هذا الدواء أو يخلون في البدن عضو جديد كلية جديدة البدن يقاوم البدن كل موجود غريب أو مشبوح يقاوم فإنتوا عندما تخلون كلية جديدة البدن يقاوم هذه الكلية البدن ما يفتهم أنه يحتاج إلى الكلية البدن يفتهم أن هذا عنصر غريب يجب أن يطرأ فماذا يفعلون يخفضون درجة مناعة البدن في بعض الحالات إلى الصفر يعني هذا البدن أي مناعة ما عنده هذه الحالة خطيرة إلى أبعد الحدود لماذا؟ لأنه مكروب صغير بسيط الآن هذا الهواء مليء بالمكروبات نحن نستنشق المكروبات زرافات ووحدانا لكن ما تأثر فينا ليش؟ لأن بدنا عنده مقاومة هذا الفرد عندما مقاومته منعته تصل إلى درجة الصفر هذا أي مقاومة بعد ما عنده ولذلك في بعض الحالات يحضر عليه اللقاء بأي فرد من الأفراد حجر خطر هذا مكروب أو فيروس يقتله وزان المناعة النفسية وزان المناعة البدنية اللي ما عنده مناعة نفسية هذا عرض لخطر أكيد خطر والخطر النفسي أعظم بمرات من الخطر الجسدي الخطر الجسدي يقتل يقضي على الدنيا الفانية ولكن الخطر النفسي يقضي على الآخرة الباقية يدمر روحه يدمر أخلاقه يدمر دينه يدمر قيمه هذا الفرد الذي لا مناعة له تجاه الانحراف والطغيان ومن يمثل الانحراف والطغيان هذا عرض للخطر لخطر التأثير أنتو تعيشون في محلة أكو في المحلة طفل منحرة من الناحية الأخلاقية قولوا لا من باب التعايش السلمي لا تقولون كلمة لابنكم لا تتكلمون ضد هذا الطفل النتيجة شنو؟ النتيجة هذا الطفل ابنكم فاقد مناعة اتجاه ذلك الطفل المنحر يروح يعايش يعاشر وما هي النتيجة؟ النتيجة أنه يؤثر في ولدكم ألا يجب أن تقولوا كلمة أن هذا الطفل خطر؟ احذر من المعاشرة مع هذا الطفل وظيفتكم إذا ما قمتوا بهذه الوظيفة هذه خيانة بحق هذا الطفل هذه جناية الطفل يمكن بعدين عندما يكبر ويلاحظ ما تورط به في الدنيا أو في الآخرة يجي يأخذ أمامكم ليش ما نبهتني؟ يجب أن تكون هناك مناعة نفسية ضد الظلم والإنحراف والطغيان ومن يمثل الظلم والإنحراف والطغيان إلا عن يخلق هذه المناعة يعني جزء عوامل خلق المناعة النفسية أنت عندما تلعن الشيطان تحدث عندك حالة مناعة ضد الشيطان تواظب أن لا يغرك الشيطان أن لا يؤثر فيك الشيطان فإذن اللعن لعن الظالمين بعدين واحد ما يفكر أنه في يوم من الأيام يكون ظالما إذا موّعنا ميّعنا الحدود بعد واحد ما عنده حاجز نفسي تجاه الظلم هو في يوم من الأيام يتحول إلى ظالم ولكن عندما يلعن الظالمين تكون هناك فاصلة نفسية بينه وبين الظالمين موقف نفسي تجاه الظلم ما يمكن في يوم من الأيام هذا يتحول إلى ظالم اشتركوا في القناة